يواصل أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان دعمهم لمفاوضات حكومة محمد السوداني مع تحالف دولي لإنهاء دوري الأخير في البلاد أعضاءنا في لجنة الأمن والدفاع أكادوا أن لجنة تفاوضية مع تحالف الدولي هي لجنة حكومية وليست برلمانية لكن لجنتهم تتطلع على مجريات المفاوضات بالتالي فأن قرار إخراج الأمريكيين أو إنهاء دور التحالف الدولي هو قرار حكومي كامل وأضافوا أن الرغبة السياسية ليست متفقة على إنهاء دور التحالف الدولي لكن ذي كل الأحوال الحكومة قادرة على اتخاذ القرارات وهذا ضمن صلاحيتها محذرين من أن أي خرق للهدنة سيعيد البلاد إلى مربع التوترات الأمنية